أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أن صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن أطلقه الحوثيون من اليمن أصاب سفينة حاويات أمريكية كذلك بث التلفزيون الإيراني لقاطات لقيام قوتها البحرية باحتجاز ناقلة نفط أمريكية قبل أيام خطوتان من شأنهما إشعلوا فتيل حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط نطاق الحرب في الشرق الأوسط يتسع بوتيرة قد تخرج عن السيطرة الحوثيون يسعون لتشديد قبضتهم على البحر الأحمر غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا قررت العمل على تحجيم سيطرة الحوثي وبسط النفوذ على البحر الأحمر وهي خطوة من شأنها إشعال فتيل حرب كبرى في الشرق الأوسط بعد قيام الولايات المتحدة وبريطانيا ومجموعة دول بشن غارات جوية على أهداف في اليمن رفع الحوثيون وتيرة التصعيد بإطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن استهدف سفينة حاويات أمريكية فيما لم يعلن عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة للسفينة التوتر بالمنطقة وصل حد المناوشات وتطبيق قانون حامورابي العين بالعين بين واشنطن وطهران التي قامت بحج ناقلة نفط أمريكية غير أن إيران لم تقف عند حد الحج بل قامت بنشر فيديو على التلفزيون الرسمي يظهر قيام قوات الجيش بحج ناقلة واقتيادها إلى حد الموانئ الإيرانية الوضع في المنطقة ينذر بالخطر ما دعا رئيس الوزراء البريطاني ريتي سوناك إلى السعي للتهدئة واستعادة الاستقرار مؤكدا أن الضربات الجوية على الأراضي اليمنية كانت عملا متناسبا ومستهدفا مواقع عسكرية لهيب الحرب الكبرى في منطقة الشرق الأوسط قاب قوسين من أن يندلع غارات جوية واستفزاز وتوعد ووعيد فما الذي يحمله قادم الأيام؟